تسكن في هذه القبور أرواح أطفال يتامى منذ العام 1924 لم ينجوا ذووهم من الإبادة الأرمانية أوصلتهم رحلتهم الشاقة إلى دير عش العصافير في جبيل اليوم تنوي كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير الأرمانية نبش هذه القبور ونقل الرفات إلى بقعة أخرى من أرض الدير ليس لديفة بس عن مدفن جدي يعني أندرتاكرز ليس معقول يطالعوا الأعدام من مطرحهم في شارب الأرماني كتير حساس بيقول للميت أنه تركوني ارتاح بقيد ما حدا يقرب ساوبة تاب يجوا بيشيلوا الأعدام شلحتهم بعرش ما بتعنيلهم اليوم بيقاله مركز مدفن قديم بيحسنوا مطرحهم مش ينقلوا تجري التحضيرات لافتتاح متحف يخلد ذكرى مذابح الأرمان ستنقل الكاثوليكوسية رفاتة إلى هنا بهدف تكريم الضحايا وأشخاص خدموا في هذا الدير لكن هناك ما يتحدث عن هدف غير معلن وهو إقامة مشروع سياحي عم بصير نقل المدافن هوده اللي هنه مدافن تاريخية جزء من هوية جبال وهوية الأرمان بجبال عم بتنقل لهم للإفساح المجال اللي يصير فيه وهذا يعني لا يستقيم إنه نشيل ناس من مثوام الأخير كرمال إفساحها بالمجال للمنفعة الاقتصادية الدايقة الشقف اللي فيها المدفن هي مصنفة كحق الحفريات ومنطقة أسرية ومصنفة بنفس تصنيف الألعاب جبال فقدمنا الشكوى لتوقيف الإذن بنقل المدافن عمل النبش توقفت في انتظار موقف المديرية العامة للأثار فهل تحل المدافن الجماعية الفخمة مكان المقابر الخاصة حيث لكل طفل هوية طفل كان هرب من الوقوع في حفر الموت الجماعية